تعرفوا أن مصر عندها نجيب محفوظ؟ لا يوجد إضافة إيه جديد يعني؟ نأخذ تك تاني؟ شكراً تعرفوا أن مصر عندها اتنين نجيب محفوظ بش واحد بس؟ أيوة الاتنين حصلوا على قلادة النيل أعلى تكريم وسام تمنحوا جمهورية مصر العربية لمواطنيها الاتنين عاشوا أكتر من 90 سنة والاتنين كانوا نوابخ في مجالاتهم فرق بسيطة شوية واحد مسيحي اسمه نجيب مخايل محفوظ والتاني مسلم اسمه نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد واحد نبغى في الطب والتاني نبغى في الأدب السؤال هنا بقى هل ليهم علاقة ببعض ولا كانت صدفة؟ تعالوا نحكي الحكاية اتولد نجيب محفوظ في يناير 1882 وكان ترتيبه التامن على أخواته في المنصورة والتحق بكلية الطب وفي سنة 1902 المفروض دي يكون سنة تخرجه بس الحكومة طلب التجنيد طلب الطب لمكافحة مرض الكاليرا اللي كان منتشر في مصر في الوقت ده نجيب محفوظ محبش ان هو يكافح المرض في القاهرة بس قرر ان هو يروح لقرية موشا قرية صغيرة جنب أسيوت وهي القرية الاكثر وباء في مصر علشان يكافح فيها المرض ما اكتفيش بس بدوره تكونه طبيب يعني بيدي علاج لناس وخلاص قاعد يبحث ويبحث عن سبب المرض لحد ما اكتشف ان هو بير في بيت فلاح هو كان سبب انتشار المرض والعدوى وبالفعل ردمه البير والموضوع بدأ يقل شوية في القرية رجع الاصر العيني في 1904 وكان في حادث اثر في نفسيته قوي وده اللي خليه اتجه لأمراض النساء حصل وفاة حدثة وفاة أثناء ولادة لأم وابنها راس الطفل انفصلت عنه أثناء الولادة فمن هنا قال ان هو لازم يتخصص في هذا المجال يعني ويبدع فيه في الفترة دي في التايم لاين ده في مصر كان المنتشر قوي الداية مش الدكتور بس نجيب محفوظ كان تخصصه الولادات المتعسرة واقترح على الاصر العيني ان هم يشغلوا العيادات الخارجية من الساعة 8 للساعة 9 وعلى غير المتوقع انه في اول سنة جات له 805 حالة وفي تاني سنة جات له 1350 حالة وطبعا ده غير متوقع تماما خصوصا ان احنا بنتكلم على حقبة زمنية كان فيها احتلال انجليزي وكان اللي واخد السوكسي والنجاح قوي الطبيب الانجليزي على عكس الطبيب المصري كان سمعته مش ولا بودة خلص فنجيب محفوظ في الفترة دي قرر ان هو هيحسن هو زميله يعني ان هو ما يحسنه الفكرة المتاخدة عن الدكتور المصري وحيفوقه كمان الدكتور الانجليزي قاعد يشتغل على نفسه يشتغل على نفسه في ابحاث ودراسات ويفهم هنا 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 لحد ما بقى ابو طب النساء والتوليد ورائد في هذا المجال في القرن العاشفين مش بس طبيب وعالم الراجل ده كان عنده مبادئ وكان بيشجع وزارة الشؤون الاجتماعية على نشاطاتها في تحديد النسل وكان كمان ضد الاجهاض وعن علاقته بقى او الرد بقى الاجتماعية بتاعته حصل على البكاوية درجة تانية سنة 1925 والبكاوية درجة اولى سنة 1930 والبشاوية حصل عليها سنة 1937 وبالمناسبة هو اللي اشرف على ولادة مالكة فريدة ومين تاني اشرف على ولادته؟ نرجع بالتايم لاين تاني لـ 1911 كان فيه ستة بسيطة اسمها فاطمة سكنة في حي الحسين عندها اربع بنات ولدين وحامل في الولد التالت وحاملها ما كانش ولابد يعني وكان تعيبها شويتين فراحت لدكتور نجيب محفوظ ونظرت ندر قالت لو العيل عاش وكمل حسميه على اسم الدكتور ده وحصل وعاش الطفل ومش بس اسمه على اسم دكتور نجيب محفوظ لا ده كمان كان شاطر في العلوم ورياضيات فقالوا بس ده هيدخل كلية الطب وحيبقى دكتور زي الدكتور نجيب بس ما حصلش دخل كلية اداب قسم فلسفة واحباطهم جدا وقالوا له ايه اللي انت بتعمله ده انت مجنون ولا ايه بس هو اصر على موقفه ورؤية الراجل ما خيبتش لانه بسنة 1988 حصل على جايزة نوبل في الادب وهو ده الازيب نجيب محفوظ تخلص الحكاية هنا؟ لا طبعا يعني هم المعقولة سبك وتمشوا كده من غير ما نخلص تعالوا احكيلكو حكاية تانية مرة وانا قاعدة بتصفح الانترنت بالليل كده وبروح في حتاة غريبة تخوف فلاقيت مدحف غريب في مستر دعم اسمه روليك مدحف ده في احواد مليانة فورمالين وبيبيهات بتسبح فيها بشكل مخيف كده فكان عندي فضول افهم ايه الحكاية وايه القصة وهم اللي يعملين مدحف للا جنة ايه ده طلعت البيبيهات دي حالات ندرات ولدت بعيب معين او حاجة يعني فما عاشتش كتير فهم محتفظين بالحالة دي في الاحواد دي فانا يعني خفت شوي على الناس في هولندا يعني فيه اكيد مشكلة مش مفهومة لحت ما اكتشفت بعدها بشهرين ان احنا عندنا متحف شبهوا بالزبط في 1300 عينة ببيهات محدوطة في حواد اتعمل سنة 1929 مين بقى اللي عملو؟ الدكتور نجيب باشا محفوظ اسسوا فعلا سنة 1929 وجمع فيه اكتر يعني يقال انه كانوا 3000 عينة بس اتبرعوا بيهم لاماكن تانية واللي موجود دلوقتي 1300 عينة وده اكبر واقدم واوسع مستودع عينات لامراض النساء والتوليد في الشرق الاوسط وافريقيا كلها طيب هو السؤال الطبيعي اللي يجي في دماغ اي حد هما ليه بيعملوا كده؟ يعني ايه متحف يبقى فيه بني ادمين في حواد فورمالين؟ ليه الرعب ده؟ الموضوع بمنتهى البساطة انه دي كانت حالات ندرة وقتها اللي هيشوف موجود على الويب سايت او هيزور المتحف نفسه الحالات غريبة يعني فيه طبعا التوقم الملتصق وفيه جنين يبقى برجلين ملتصقة فبيسموها مرميد او عروس البحر فيه حاجات غريبة كده طيب زمان ما كانش فيه السونار بالتطور اللي موجود دلوقتي ده طبعا الثريد دي والفورد دي والحاجات دي ما كانش فيه سونار خالص يعني فكانوا بيستنوا لست لما تولد ويلاقوا بقى التشوهات او الحالة النادرة دي فبيحتفظوا بالحالة دي في الفورمالين علشان الطالبة او يعني اي حد باحث يبتدي يستوعب الحالة دي عملاقي او بيبقى فيه حالات طبعا دلوقتي بتبان في السونار فبيلحقوها قبل ما يتكون ويتم التخلص من الجنين او اجهاده فبيبقى فيه فرصة للباحث او الطالب اللي لسه صغير ان هو يروح المتحف ده ويتعرف على الحالة وبيبقى على كل حود QR كود بيعملوله سكان على الموبايل وبيدخلهم على الويب سايت يبتدي يستعرض لهم في فيديوهات او يجيب لهم ملخص الحالة المتحف متقسم لثلاث اقسام اول قسم قسم الولادة المتعسرة والطبيعية والامراض النسائية تاني قسم قسم تشريح الاعضاء الحوضية وتالت قسم الاجنة المشوهة او الحالات الندرة ولكل حاله شرح وافي في 25 مجلد دكتور نجيب محفوظ سيبهم بجانب كتب كتيرة وابحاث علشان يكونوا مصادر ومراجع للناس اللي هتيجي من بعده تدرس هذا المجال اللي عايز يروح المتحف ده يعمل ايه؟ موجود في القصر العيني واللي مش عايز يروح ممكن يفتح الويب سايت حيلاقي الكتب بتاع الدكتور نجيب والجوائز اللي حاصل عليها مكتبة كبيرة قوي وعينات موجودة من المتحف اللي بيخاف ما يخشش على الويب سايت وما يجيش جنبه خالص هنحط لكم الويب سايت في ديسكريبشن بوكس على اليوتيوب او كومنت على الفيسبوك وتخلص الحكاية هنا طبعا احنا بنميز الاثنين الفرق ما بين الاثنين انه نجيب باشا محفوظ هو ده الدكتور عشان هو اخد البشاوية اما الاذيب نجيب محفوظ الاذيب العلامي premisebikeماتịchائينا حاجة تانية فع باشا لو اتتحطي يبقى هو الدكتور بتاع امراض نسرة والتوليد احنا قلنا نفصل الشوي حرور Α hack było مهولة في الفيديو اللي فيها حرب العلامية تانية احنا بس عايزين ناخد بريك والطبع مش هيينفع ان عام يدخل على الحرب العلامية التانية من غير ما ندي مقدمات لانه حصل احداث ما بين الحربين لانه الحرب العلامية اولي هذه هي اللي خلتهم يبتدوا الحرب العلامية بتانية فحنا لازم نعمل مقدمات او نحكي حكاوي في النص علشان ندخل على الحرب العالمية التانية بس احنا قلنا نفصل ونتكلم شوية عن التاريخ المصري او فرقصيات مصرية فاحنا هنبتدي فيديوهين تانيين كده وحنرجع تاني الاحداث العالمية وحنوصل الحرب العالمية التانية ولو اعجبكم الفيديو تنسوش تعمله لايك وشير وسبسكرا باليوتيوب تانيل واللايك للفيسبوك بيت وقبل ما تمشوا في حاجة حقيقة بتعملنا بهجة وبتدخل السرور على قلبنا فيه على اليوتيوب نسبة مشاهدة من الواطن العربي وفي كل قومت بتكتبوا له انتو من اي بلد زي العراق سوريا اليمن لبنان فلسطين جزائر في نسبة كبيرة من الجزائر والبحرين والمغرب والسعوبية حقيقي حقيقي احنا منتبسط جدا وما بنبقاش متوقعين رد الفعل فشكرا لكم ولو كنت بتكلم بسرعة شوية معلش بخيولة بطا عشان في ناس بتقول يتكلم بسرعة هحيوا ان انا اتكلم ببطء بعد جدا وطبعا اهلنا من مصر احنا بنبقى حافظين اسم اسم اسمه من المستنيين التعليقات والمسجز حقيقي شكرا شكرا للي انتو بتعملوا لنا الدعم والتشجيع ده احنا بجد ممنونين هشوفكم الفيديو الجاي تحياتي احنا بجد ممنونين هشوفكم الفيديو الجاي تحياتي احنا بجد ممنونينه